تسأل عن كشف الوجه تقول هل هو معصية وهل تعذب المرأة بذلك نعم كشف الوجه معصية وذنب ومخالفة لما جاءت به الشريعة وقد قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لكل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال تعالى وقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى وبالتالي الوصية للجميع أن يتقربوا لله جل وعلا بالتزام أحكام الشرع ولو كانت غير موافقة لأهوائهم ورغباتهم ولو كانت غير سائدة في مجتمعاتهم فإن من شأن المؤمن أن يقدم أمر الله على رغبات الناس وعلى هوى نفسه وعلى ما قد يظنه من استهجان الآخرين